السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعضاء وزوار قناة الصباغ للمعلميات النهاردة معنا سبع مواقع تقدر بهم تفحص سرعة موقعك وتعرف اداء موقعك في المواقع دي من خلال ان انت بتشوف ايه هي الاخطاء والتحذرات للمواقع حطها لك وتبدأ تعدلها وصلحها في موقعك نبدأ بالموقع الاول عشان منطولش في الشرح الموقع الاول هيبدأ تحط الرابط بتاعك كده وتعمل هيديك احصائية كاملة دلوقتي بعداء موقعك وسرعته والاكواد الموجودة في صفحة الرئيسية كل حاجة خاصة بالموقع هيبدأ يعرضها لك دلوقتي كل المطلوب منك ان انتهى بعد ما يعرض الموقع البيانات دي تبدأ تعدل وتشوف الاخطاء وتصلحها دلوقتي عرض لك البيانات الخاصة بموقعك وبيقول لك ان عندك السرعة بالنسبة له او حزبة السرعة اربعة وسبعين في المية والسرعة بالنسبة له هو بيقول لك ان حتى نسبة اللي جمالي بتاع موقعك كسرعة وكأداء اربعة وسبعين في المية طيب ليه هحسب الحزبة دي علشان الاخطاء اللي سيبها لك تحت دي هو بيقول لك عندك تسع اخطاء وعندك تحذيرات اللي هما اتنين وعندك الباقي صح اللي هو اربعة وعشرين ده وعندك نسب تحت كمان بيحسب لك تجربة المستخدم والسيو وحاجات كتير جدا بيحسبها لك في الشريط اللي تحت ده وتقدر تعرف منها حاجات كتير انا برضو مشكل الموقع بالكامل مشان ننفع نشرحه بالكامل فانت هسيب لك الحاجات دي كلها تكتشفها بنفسك وتقرأ وتشوف الحاجات دي كلها عندك انت بالنسبة لموقعك وتصلحها ده الموقع الاول تعال نخش على الموقع التاني كل المطلوب منك بتحط الرابط زي كده وتعمل جوه بص بيزهر لك استيرفرات وموقعك بالنسبة الاماكن دي حمل في وقت قد ايه من الثانية بياردها لك بشكل اللي انت شايفه قدامك ده والحاجات اللي هي بالاحمر دي اللي هو بيقول لك ان دي كانت طولت شوية معاه في الفاتح يعني وبعدين في الاخر خالص بيدي لك نسبة اهو اجمالية وبيقول لك ان موقعك فتح في كام من الثانية وبيانات تانية كتير ممكن تقرأها في الموقع ده تعال نخش على الموقع اللي بعده لما بتجي تعمل تست كده بتختار اي دولة من الدول دي وبتعمل تست بيزهر لك برضو انه هنا بيقول لك انت عندك ستة وتسعين في المية سرعة والصفحة فتحت في الطايم هنا هتطلق الصفحة فتحت في كام من الثانية تامن ثواني وحجم الصفحة واحد ميجا ونص وبيقول لك ايه البيانج الريكوست اه ميتين ستة وخمسين يعني هو تفاصيل كتيرة جدا برضو هسيبها انت تبدأ تعمل كده وتشوف ايه الحاجات التقيلة اللي فتحت اللي تقلت معك فتح الموقع تمام كده من جافة كربت الغيره 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 كل حاجة بيزرها لك الموقع ده ده الموقع التالت تعاني خش على الموقع الرابع نبدأ نحط له البيانات الخاصة بموقعنا وتحل الكباتش عادي خالص بعدها على طول يبدأ يعرض لك بياناتك برضو المقصود يا جماعة زي منتو يعني عارفين ان احنا لما نحلل اداء موقعنا ونعرف اخطاءنا ده بيساعدك كويس جدا ان انت تصدر في السيو جاب لك البيانات بتاعتك اهي تحت بيعرض لك بقى البيانات دي كلها انت بقى تماعا فيها بقى وقرب راحتك كده وشوف البيانات اللي ميدهالك الموقع ميدهالك بالزبط واشتغل عليها هو جاب لك بياناتك كلها هبل كامل انت ابدأ بقى شوف كل البيانات دي والصور اللي موجودة جابهالك دي كلها الصور دي بيقول لك انها حملت برضو يعني تقيلة في تحميل الموقع تمام ده الموقع الرابع تعال خش على الموقع الخامس برضو بحط رابط موقعك وتعمل شك الموقع الخامس انا مش باعتبره موقع سرعة بس انا باعتبره ان هو موقع سيو بالكامل يعني بيعرض لك بيانات السيو الخاصة بموقعك وبيعرض لك بيانات كتيرة جدا ممكن تطلع منه الاخطاء برضو اللي هي موجودة في اداء موقعك وتبدأ تصلح يعني مش موقع سرعة بس تمام هنسيبه يحمل ونخش على الموقع اللي بعده السادس والموقع ده انتو عارفينه جي تي ماتريكس كلنا عارفينه برضو لكن معظم الناس اعتمدت عليه اعتماق كامل عشان شكله وعشان ان هو سهل جدا في الاداء والموقع السابع والاخير موقع جوجل نفسه اللي هو بيختبر لك سرعة الجوال وسرعة سطح المكتب يبقى احنا كده خلاص خلصنا كل المواقع اللي احنا اللي شايفينها قدامكم ديها كلها المواقع ده بيحمل هيجيب لك البيانات كلها دلوقتي لكن الاجمالي انه السبع مواقع دول هم دول الاساس عندك خودهم في ملف تيكست انا حتى اصبهم لك في ملف تيكست موجودين في الوصف تحت الفيديو لما تدوس على الملف هيفتح لك ملف جديد تحمله من على ميديا فاير وينزل لك بشكل ده كده احتفظ بمجموعة المواقع دي عندك في المتصفح في المفضلة زي كده اما تحفظها في المفضلة اما تحفظها في ملف تيكست زي ما هم كده تاخدهم كل فترة وتبدأ تفحص اداء موقعك وتشوف الموقع بتاعك في مشاكل ايه وتحلها يعني عشان برضو ما توالش معكم الحلقة الحلقة دي هتمجملها ان انت تفحص اداء موقعك باستمرارية طب امتى كل يوم لا مش كل يوم انت موقعك بالنسبة لك يعني خلاص انت عدلت في مقالة جديدة كتبت عشرين مقالة عدلت في حاجات كتير ابدأ افحص تاني وبرضو ما ننساش موقع اللي هو عشان يفضل اداء موقعك برضو باستمرارية مظبوط وتيجي تفتح كده موقعك تلاقي انه بدأ يتحسن في ترتيب الاكسا لانه لما تتحسن من اداء سرعة الموقع هتبص تلاقي ايه هنا بالنسبة لك بدأ يعد معاك عد كويس في ترتيب الاكسا وكمان غير كده هتلاقي برضو الدمين اصورتي بتاعك علي ليه؟ لانه انت خلاص بتتصدر كل ما يكون سرعتك كويسة كل ما يكون بتتصدر ليه؟ لان السرعة من اهم عوامل تصدر نتائج البحس في جوجل الاخيرة اللي هي التحديثات الاخيرة برضو اصبحت السرعة والمحتوى جودة المحتوى والسرعة من اهم عوامل تصدر نتائج البحس في جوجل. والموقع بقى اللي احنا كنا منتظرينه الاخير بيحمل اهو بيجيب لك نسبة في المية. من السيو. هو بيقول لك هنا انه موقعك اخد ستة وتمانين آآ عالمية في السيو. هو بيقول لك في هنا اخطاء اهي. وفي حاجات طبعا كويسة. هنبدأ تبدأ بقى انت تراجع كل ده مع نفسك. يعني تبدأ تبدأ من اول حاجة خالص من اول خانة اللي هي الميتا تايتل والميتا ديسكريبشن وتبدأ تعد بقى نفسك كده تشوف ايه الصحة وايه الخطأ. الحاجات اللي معلم لك عليها علامة صحة بالاخدر دي. انه هو بيقول لك يا سليمة ما فيش مع مشكلة دي. الروبوت تيكست. وده ساية ما بيقول لك انه سليم وقبلها الحاجات اللي احنا شفناها دي كلها. بيقول لك ان انت مستخدم آآ الكيوورد وميتا ديسكريبشن مستخدمه. وطالما علامة خطرة كده يبقى هو ده المعدل الصحة للسيو. تمام? بتنزل تحت بقى العلامات بقى اللي هي الوصفية والميتا تاج. حاجات بقى انا مش عارف ايه المشكلة دي مسلا. جابها لي هو. جاب لي مشكلة عندي. فهتروح دايس على دي عشان يبيان لي ايه حل المشكلة. ولو حتى حبيت اشغل الفيديو وشغلت بس لا مش انفع شغلت دلوقتي علشان نحوط طبعه النشر. وتبدأ تعرف حلول المشاكل اللي هو جابها لك دلوقتي قدامك دي. في خطأ في كود جافا هو في حاجات كتير جدا فيه. بالنسبة للنص حاجات كتير هيعرضها لك الموقع. ابدأ انت شوف الاخطاء اللي فيها وابدأ اصلح. هو بنفسه بيقول لك انه ازاي تصلح الخطأ ده. بيجيب لك كمان هنا اداء الموبايل بتاعك اداء. وسرعة الموبايل بتاعك ده اه بالنسبة للسيو يعني. هو حسب لك حسبة هنا انه مفيش اخطاء. مفيش تحت زرات. وبيقول لك انه كويس جدا اداء موبايلك على اداءكم بالموقع بتاعك على الموبايل. بيقول لك انه العلامة دي اه مفروض ما تستخدمهاش. او عادي هي مستخدمة. وكل الرابط اللي حدطها لك دي كده هو بيعلم لك عليها علامة حمراء اللي هي يعني العلامات دي كلها معمولة في الموقع عندك موجودة فعليا. ومعمول لها بتنزل تحت خالص كده ببص تلاقي برضه هو بيدي لك النسبة الاجمالية اللي حسبها الموقع ده. وزي ما اتفقنا من اول موقع ماشي لاخر موقع انت الفايدة الاساسية ان انت اه تتابع اداء موقعك. الناس اللي حب بقى تستخدم اه الموقع الاساسي بتاع جوجل نفسه وتستمر عليه مفيش مشكلة بيعرض لك برضو الاخطاء والتحذيرات والحاجات المفروض تزبطها في الاجزاء دي الخاصة بالموقع. ودي كانت حلقة يعني ايه مبسطة جدا للناس اللي حب تتابع اداء موقعها وفي نهاية الحلقة اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.